مثل ما أنتوا شايفين because لأنه إحنا قبل شوي سألنا بwhy فالإجابة لازم حكي نتيجة بسبب اللي هي because وهي عبارة عن conjunction عبارة عن أداة ربط خلينا نشوف لش وبعتقد إنه he is a country doctor إنه عبارة عن دكتور من القرى طيب أو قروي because this stick is very scratched. A city doctor does not carry such an old stick. Holmes took the stick from my hands and looked at it. Interesting. I think the man is a country doctor but he's not old. He's a young, pleasant, and absent-minded doctor. How did you know that? Elementor, my dear Watson. All the pleasant people get presents and all the absent-minded men forget their sticks. إذن خلينا نتحدث الآن عما حدث في هذه الفقرة. بداية قال هومز بأن هذا الدكتور هو دكتور قروي كما قال. السبب بأن العصايا سابع scratched. Scratched يعني مخدشة. عليها خدوش كثير. تمام؟ فهذه الخدوش بدلني إنه هذا الشخص يعيش في القرى ولا يعيش في المدينة لأنه أهل المدن ما بيحملوا مثل هاي العصايا القديمة. أيضا نحن وافق هومز إذن على ما قاله دكتور واتسون لكنه لم يوافقه على نقطة واحدة أنه ليس كبير في العمر. He's not old. إذن هو ليس كبير في العمر. بالعكس وصفه شارلوك هومز بأنه young pleasant and absent minded دكتور إنه عبارة عن دكتور إذن شارد الذهن صغير في العمر ولطيف بنفس الوقت. السبب سأله ذلك دكتور واتسون لماذا تعقد ذلك يعني فأجابه أنه الأشخاص اللي بيكونوا إجمالا pleasant يعني kind, لطيفين, lovely تمام. هذول الأشخاص هم اللي بيحصلوا على present بيحصلوا على الهدايا. أيضا absent minded men forget their sex لأنه بالعادة الأشخاص اللي بيكونوا شاردين الذهن هم اللي بنسوا هاي العصي طبعا على كلمة young إنه هو صغير في العمر. السبب أيضا بأنه منطقيا الشخص اللي بيكون يا سابع صغير بالعمر ما بيحمل العصاي حتى تساعدوا على المشيمين اللي بيمسكها. بالعادة بيمسكها الكبير في العمر فبالتالي هو صغير في العمر بشان هيك نسيها. خلينا نشوف شوي التكست مع بعض. عندنا is. عندنا is scratched. is scratched. إذا مخدوشة تعتبر passive لما يجي عندنا is أو are. مع الverb 3 التصريف الثالث للفعل أو pass part, disable of the verb. ويكون عندها simple present passive. إذن مبني المشهول في زمن المضارع. عندنا كلمة doctor طالما إنها مفرد منلاحظ إجات في قاعدة simple present في حالة النفي من استخدم does not doesn't. تمام؟ إذن هي simple present و negative. في نفس الوقت عندنا I راجع على كلمة homes. عندنا took, looked. كلياتها أفعال ماضية simple past verb. إذن نلاحظ زمن الماضي أيضا موجود. It راجع على stick my. راجع على دكتور Watson. نلاحظ هنا I think. قلنا لما نستخدم think فنحن نتحدث عن opinion عن الرأي وليس عن الحقيقة. ليس fact. عندنا young, pleasant, absent minded. كلياتهم هدول عبارة عن adjectives. عبارة عن صفات الدكتور للطبيب. عندنا ملاحظ كلمة dear اللي هي ملأها d-e-a-r. ولدينا dear اللي هي w-e-r. هلها هاي معناها عزيزي اللي تم استخدامها. أما الثانية بال-e فهي عبارة عن غزان مشان تعرفوا أكثر. عندنا أيضا كلمة people تعتبر plural noun والsingular منها هي person. عندنا أيضا يا سابع أخيرا كلمة من هي أيضا plural noun ومفردها هي man. خلينا نشوف مع بعض شوي من الأسئلة اللي انحضرتها للتكست. عندنا مثل ما انتو شايفين. module 5. elementary my dear Watson. text page 55. احنا بصبحة 55 مثل ما حكينا. بداية خلينا نشوف أو نشوفهمنا من الفقرة. how many characters do we have in this text? and who are they? إذن كم شخصية عندنا ومين هم. we have two characters. تمام عنا شخصيتين رئيسيات. هم شارلك هونز ودكتور Watson. two. who is the owner of this tech? who is the owner. إيش يعني owner حكينا؟ مالك. من ومالك هذه العصة؟ mr. james more timer. mr. james more timer. أيضا عنا السؤال الثالث. look at the picture. طلعوا لي على الصورة اللي أمامكم. why do you think these men are doing؟ شو بعتقادك يا سابعا بعملوا بهاي الصورة حكينا. they are examining the sticks in order to draw a conclusion. إذن هم يعب تفحصوا بهاي العصاي حتى يوصلوا لنتيجة. conclusion نتيجة أو نهاية. طيب. according to دكتور Watson's point of view. إذن برأي who is mr. more timer. إذن حسب رأي دكتور Watson. من هو mr. more timer. مثل ما حكينا. he is an old country doctor. هذا اللي وصف لنا يا دكتور Watson. طيب. عندنا true or false. صح وخطأ مع ال correction. مع التصحيح. true or false. Sherlock Holmes believed. believed that the owner of the stick is an old country doctor. طبعا الإجابة عندنا false. لأن هذا حكينا رأي دكتور Watson. ال correction التصحيح. إنه إما منحكي. بدل شارلوك هومز. ممكن نحكي دكتور Watson. طوام. هذا التصحيح الأول. التصحيح الثاني. منعطي الرأي اللي عطانايا شارلوك هومز. إنه he is a young pleasant and absent minded doctor. إذن إلها تصحيحين. إما منحول شارلوك هومز. منحذفها. ومنحكي دكتور Watson. صحيحة. أو منحكي الإجابة الثانية. اللي هي رأي شارلوك هومز. إنه هو young pleasant and absent minded doctor. write the sentence. اكتب الجملة. which shows. إذن اكتب لي الجملة اللي بتفرجيني. the evidence that he is a country doctor. أعطيني الدليل الموجود في النص الجملة اللي إجت في النص اللي بتدلني إنه هاد الشخص ما له country doctor. مش city doctor. اللي هي. this stick is very scratched. إنه هاي العصاية كثير مخدوشة. a city doctor does not carry an old stick. such an old stick. find a word which means. دور لي على كلمة معناها kind أو lovely. kind أو lovely معناها pleasant. إذن kind أو lovely pleasant. عنا أيضا مثلا find a word which means. دور لي على كلمة معناها present. أو عفوا مذكور بالنص. present. بدنا كلمة gift. هدية. بدنا نحكي present. إذن find a word which means. دور لي على كلمة معناها gift. عنا كلمة present. أيضا عنا 8. explain this sentence. وضح لي هاي الجملة. the owner is a young pleasant and absent mother. دكتور هاي هي الجملة اللي تقريبا أنها فيها شارل كومز القصة. صح؟ أول موضوع. طيب. أطحول إياها. خلينا نحكي. أنه young plus. زائد. absent minded. ليه؟ ليه استخدم هدو الكلمتين. لأنه he forget his stick. he forget his. أو forgot his stick. لأنه هو نسي عصايته. أما بالنسبة لكلمات pleasant. وبهي معنا lovely حكينا أو kind. ليه؟ you know people give him the present. ليه؟ لأنه he's a pleasant. لأنه هو لطيف. So they give him a present. فبتريهم يعطوه هاي الهدية. أما بالنسبة لآخر كلمة فيها country. السبب حكينا أنه the stick was scratched. and that's all for today. Thanks for listening. تيشري حامل جماز. I was with you. تيشري حامل جمازة. لأنه هو لطيف. لطيف.